تلقى فخامة رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب السيد محمد الشيخ بازواني اليوم رسالة تهنئة من فخامة السيدة ناتاشا بيرك موزار رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية واجاء في رسالة التهنئة فخامة الرئيس بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية اسمحوا لي أن أتقدم إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السلوفيني بأحر التهاني متمنية لكم كل التوفيق في أداء مهامكم كضامن الاستقرار وأرجو أن تكون هذه النتائج الهامة التي حصلتم عليها فرصة لتعميق العلاقات المثمرة بين السلوفينيا وموريتانيا في طار من التقدير والاحترام المتبادل وأعتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن فائق تقديري واحترامي ناتاشا بيرك موزار